مجدد ترحيب حضراتكم مشاهدين الكرام في كل مكان وهذه التغطية الخاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية لديها الجديد حيث يستمر موقع دعم مصر في تلقي طلبات أصحاب تقاعد التموين لتسجيل رقم التليفون المحمول حتى نهاية شهر يوليو الجاري كما يتم التسجيل أيضا عبر بوابة مصر الرقمية مجانا بشرط أن يكون الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة رب الأسرة مع عدم تقديم أي مستند يثبت ملكية التليفون وكشف أيضا تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الهدف من تسجيل رقم الهاتف على بطاقات التموين يهدف إلى سهولة تواصل الوزارة مع أصحاب البطاقات التموينية لتعرفهم بالخدمات الحالية أو بالخدمات التي قد تستعد الوزارة لإتاحتها لهم فمثلا قد تسعى الوزارة لإتاحت خدمة استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد من خلال إرسال المواطن رسالة نصية SMS على رقم مختصر سيتم تحديده في حال تنفيذ الفكرة حيث إنها محل دراسة أو مثلا إتاحت خدمة لاستعلام عن الرصيد من خلال أيضا رسالة نصية وإن هذا ما زال محل دراسة من يمتنع عن تسجيل رقم المحمول على البطاقات خلال الفترة المقررة لن يستطيع الفصول على خدمات استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد أو أي خدمات قد تصدرها وزارة التموين فيما بعد إلا بعد تسجيل رقم الهاتف حيث تستقبل وزارة التموين والتجارة طلبات أصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم المحمول ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر وكذلك على بوابة نصر الرقمية وذلك للتأثير على المواطن في الفصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيا دون الحاجة إلا الذهاب إلى مكاتب التموين كما تتيح الوزارة من خلال موقع دعم مصر بتتيح أيضا إصدار بطاقات التموين بدل فائد أو تالف شريطة أن يكون صاحب البطاقة مسجل لرقم المحمول الخاص بيه ضمن بيانات بطاقات التموين حيث لو شخص لديه بطاقة التموين وفقدت يعني لا يستطيع إصدار بدل تالف أو فاقد إلا بعد تسجيل رقم المحمول الخاص بيه ويمكن الحياة في ضل أزمة التدخم العالمية حرصت الحكومة متمثلة بوزارة التموين والتجارة الداخلية على زيادة الموازنة القصة بدعم الخبز لـ 22 مليار جنيه إضافية منها 4.5 مليار لدعم شراء القمح المحلي ومليار دولار لشراء القمح المفتورة حيث تنتج الوزارة الحياة تنتج كميات من الخبز يوميا بتتراوح من 250 مليون ل 270 مليون رنيف أيضا أكد الدكتور علي المصنحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 أروش فقط واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسددها لأصحاب المخابز حتى بعد تحريك سعر السلعر من خلال هيئة السلع التموينية ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توثير الكبز البلدي المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم أما بالنسبة للاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية فقال قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية يصل إلى 6 أشهر ومواد 5 تصل إلى عام كامل وليس هناك أي مشكلة في موضوع السلع الغذائي وأنه يتم التعامل بشكل سريع مع أي مشكلة في أي سلع غذائية وأيضا هناك مبادرات وسيارات متنقلة بهدف ضبط الأسعار في الأسواق ذلك إلى جانب أننا توفر المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة وليس لدينا أي أزمة في السلع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية هذه كانت كافة التفاصيل وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيبة المتابعة وتتظرونا في تفصيص ومتابعات جديدة على مدار اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة